أهلا بك أول حاجة قلتها لضيوفي أول ما قاعدوا قدامي في الستوديو أنتوا شفتوا وتابعتوا الخطيب من البدايات قالوا لي آه طبعا فأنا هبتدي معكم القصة وهبتدي معهم القصة من بدايات لو تقدروا ترجعونا لأننا يمكن يعني ما حضرتش كابت المحمود الخطيب في بداية مشواره وتسمحوا لي كمان أقول للناس أنه النهاردة لأنه القيمة تعرف مش بس داخل الحدود لكن خارجها أيضا النهاردة الكاف اتحاد الأفريقي على الأكاون بتاعه على تويتر رسالة تهنئة لأسطورة كرة القدم الأفريقية كابتن محمود الخطيب بمناسبة عيد ميلاده زي ما أنتم شايفين كده كل سنة وانت طيب لأسطورة كرة القدم الأفريقية محمود الخطيب وكمان مارسل كولر على الأكاون بتاعه على الإنستجرام النهاردة بعد برسالة تهنئة لكابتن محمود الخطيب هننا فيها بعيد ميلاده وتمنى له طبعا دوام الصحة والسعادة وأن يكون دايما أو يظل دايما الأسطورة الملهمة مدرب ناديك الحبيب ده كان الأكاون بتاع مارسل كولر كل سنة طيب يا بيب ومرة تانية أستاذ جمال أستاذ رصام أبتدي معاكم القصة من إيه نص منتصف السبعينيات تقريبا بداية ظهور اسم محمود الخطيف في الملعب إزاي كانت بداية القصة يعني أنتم طبعا عصرتوها وعشتوها فممكن تنقللنا الصورة كده بالتأكيد أولا لازم نأكد على حاجة مهمة جدا أنه بقاء الكابتن محمود الخطيف بهذه النجومية وهذا الحب اللي انت تكلمت عنه على مستوى مش بقى مصر فقط طبعا على مستوى مصر وعلى مستوى الدول العربية وعلى مستوى كل من كان يتابع ويرصد كرة القدم المصرية والكرة في النادي الآلي خلال هذه السنوات الطويلة كابتن محمود الخطيب أحد أكبر الرموز الكراوية اللي موجودة على مدار تاريخ الكرة في النادي الآلي بداياته بعد ما انتقل من نادي النصر والمرحلة اللي تعتبر تجهيزية يعني في نادي النصر اللي هو قريب من مسكنه يعني أول ما انتقل كان منتقل ومتواهج جدا لدرجة انه هو يعني استأثر بحب نقدر نقول الجميع بمجرد ان هم شافوه لمساته الكراوية أهدافه مهاراته الخاصة اللي هي كان بيفاجئ بيها كل من يشاهده خلت الناس كلها متعلقة يعني كل حد بيحب كرة القدم على طول بقى بالنسبة له كرة القدم يعني محمود الخطيب طبعا بنقوله هو أولا كل سنة هو طيب ان شاء الله تبقى سنة جديدة سعيدة عليه وعلى أسرته صحة والسعادة اه طبعا والحقيقة برضو انه هو بالإضافة للمهارة والتاريخ اللي هو حفر لنفسه في الكرة المصرية والعربية والأفريقية الأخلاقيات يا كابتن حمد مهمة جدا لانه انت لما تفتكر مسيرة الكابتن محمود الخطيب يا أستاذ أستام ما تلاقيش عنده مشاكل مع حد صحيح خالص اطلاقا لا مع لاعب ولا مع مدرب ولا مع مدير كرة ما تكلمنيش عن الأخلاق وعلى التربية خلينا شوف أفعالك وتصرفاتك بالضبط كده ما قول فيه فرق كبير جدا بين الشهرة وبين النجومية طبعا الشهرة والنجومية سهل قوي انك تبقى مشهور وسهل جدا وفيه ناس بقى للأسف في عاصل السوشال ميديا يعني بتبقى مشهورة نتيجة أفعال أو أقوال أو مواقف في منتهى السوح ما تنساش برضو كبير نقطة مهمة الشتان بين النجومية وبين الشهرة اللي انت أشرت إليه انه ظهور الكابتن محمود الخطيب ما كانش فيه سوشال ميديا يعني تخيل انت بقى لو هو موجود في هذا العصر موسيقى